في مستهل هذا المجلس أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسنة رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالمنجزات والنتائج التي حققتها المؤسسة منذ إنشائها سنة 2001 سبعة عشر سنة من العمل استطعت المؤسسة إنجاز عشرين برنامجا سعت من خلالها إلى التحسيس والتربية على البيئة وإذكاء الوعي برهانات البيئة في نفوس الأجيال الصاعدة مبادرات الميدانية ترتكز على بيدوجية نشطة ومقاربة لصيقة بالواقع فبلغات الأرقام استطعت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تعبئت 875522 تلميذا بالمدارس الإيكولوجية و28864 مؤثرا ومكونا كما أصبح 25 ألف تلميذ من الإعداديات والثانويات من الصحفيين الشباب من أجل البيئة وانخرطت المؤسسة كذلك في برنامج الحفاظ على الحضائق التاريخية بالمغرب حيث تمكن حوالي 120 ألف سائر من الاستمتاع بجمالية الحضائق العجيبة ببقناد البرباط وفي نفس الصياق استطاع أطفال المدن ملامسة قضايا البيئة وأهمية المنتزهات والفضاعات الخضراء التي فتحت من جديد في وجههم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة عملت طيلة هذه السنوات على تطوير برامجها وفق مقاربة تشاركية توحد الجهود سوء في مجال الحفاظ على المناطق الترابية المحلية أو لآعادة تأهيل وحة نخيل مراكش والحضائق التاريخية وكذا تثمين هذه الجهود بالتتويج والاعتراف كما هو الشأن بالنسبة للمدارس الإيكولوجية حيث حازت أزيد من 120 مدرسة على شارة اللواء الأخضر لسنة 2018 وانخرط أزيد من 100 شاطئ في برنامج شواطئ نظيفة ونال 21 شاطئا وميناء طرفيا اللواء الأزرق لسنة 2018 كما تويجت 80 منشأة فندقية بالمفتاح الأخضر لهذه السنة صاحبة السموء الملكي الأميرة للا حسنة أصبحت رمزا للتعبئة من أجل البيئة خارج حدود الوطن نيروبي ناكويا وروما محطات تبرز انخراط مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في برنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة ومن أجل التربية على تنمية المستدامة محطات تؤكد الحضور الدائم لصاحبة السموء الملكي الأميرة للا حسناء لتمثيل المغرب في المنتدية الدولية نيروبي ناكويا وروما محطات تبرز انخراط مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في برنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة ومن أجل التربية على التنمية المستدامة محطات تؤكد الحضور الدائم لصاحبة السموء الملكي الأميرة للا حسناء لتمثيل المغرب في المنتدية الدولية حيث تمثلت سموها صاحب الجلالة في مؤتمر الكوبتلس عشرين بيبون وترأست يوم المحيط ويوم التعليم على التنمية المستدامة في مؤتمر الأطراف كوبتلس عشرين بمراكش ومثلت صاحبة السموء الملكي مؤسستها في المؤتمر العالمي للتربية على البيئة بفانكوفر ومنتدى النساء بتورونتو في مارس الفين وثمانية عشر سنوات من العمل والمثابرة على رأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة حاضيت خلالها صاحبة السموء الملكي الأمير للا حسناء على تكريمات عديدة كان آخرها جائزة جوي للسلام باليابان ترجمة نانسي قنقر